يتسبق الزوار من كل حدب وصوب للوصول إلى محافظة كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين وتتركز الخطة الأمنية الموضوعة لإبقاء أغلب الطرق مفتوحة بإنسيابية عالية فكل الأجهزة الأمنية مستنفرة ويقظة ويأمل الكربلائيون أن لا تؤثر الخطة الأمنية الموضوعة على حياتهم اليومية ليتسن لهم الذهب إلى مدارسهم وأعمالهم دون عنا نتمنى من قواتنا الأمنية ومن القيادات بالمحافظة أن تكون أكثر سلاسة القطوعات والشوارع أن تكون أكثر بها أخذ بنظر الاعتبار لحياة المواطنين مدارسهم بالإضافة إلى ذلك المداخل ومخارج المدينة تكون قدر الإمكان مفتوحة وهذا ديصر التطور إن شاء الله ولكن بالتدريج إن شاء الله طالب قيادة قوات عمليات كربلة أن العملية سير الزوار تكون سلسة ليس صبات والعالم تتعب لأن تأرب زيارة مليونية ليس مع القطوعات وصبات لذلك نرجو أن تكون الخطة الأمنية خطة محترمة ومحكمة بحيث الزائر يطب ويزور ويطلع ما يعاني من مسألة الصبات والتبتيش الأهالي تمنوا أن لا تكون قطوعات الشوارع الرئيسية بشكل مستمر ولأمكنة بعيدة عن مركز المدينة لأنها تسبب عبءا إضافيا على المواطنين المرضى على سبيل المثال أو أولئك الذين لديهم أعمال ومدارس وجامعات تسبب قيالة عمليات كربلاء أن تكون هذه السنة الخطة الأمنية مختلفة نوعا ما ويلا تكون القطوعات بشكل مستمر أو أماكن بعيدة عن المركز المدينة وذلك لأنه تسبب عبء على المواطنين وخاصة أكو حالات مرضية أكو حالات تستحق أكو موظفين أكو التزامات بالدوام يعني مرات الدائرة ما راح تنطعط له إلى أن قبل الزيارة مثلا بيوما يلا تنطعط له بينما هو الطريق مزدود من قبل خمسة أيام أو ستة أيام فهذه راح تسبب إزعاج للمواطنين جميع الطرق المؤدية إلى كربلاء مكتظة وتكاد تحطم الرقم القياسي إلا أن مسيرة الزوار والأهالي سالسة كما وتنتشر الأجهزة الأمنية في عموم المحافظة والشوارع والمناطق التي تربط كربلاء بالمحافظات المجاورة من أجل حماية زوار الأربعينية وأهالي المدينة